أكثر من سنة مر على الخلافات بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الخارجية جبران باسيل في شأن ملف الخلوي وحتى الساعة لم يجري التوصل إلى اتفاق حيث بات التمديد لشركتين تاتش وألفا سيد الموقف وخزينة الدولة والمواطن هما الخاسر الأكبر وفي جلسة مجلس الوزراء حيث كان ملف الخلوي بندا أول على جدول أعمالها استمر الجدل بين الوزيرين نحو ثلاث ساعات من دون التوصل إلى نتيجة فالخلاف الأساس يكمن في بنود دفتر شروط المناقصة الخلاف هو على شروط التأهيل بدفتر الشروط الوزارة قدمت أن أحدى شروط التأهيل لازم تكون الشركة اللي بدأت تولى إدارة الكطاع عندها خمس سنين بشكل مستمر فوق العشر ملايين خط عم بتديرهم هي بتعتبر أنه هذا مفترض يجيب أحسن شركات بالعالم لأنه إذا توفر هالشرط الفريق الثاني اللي عنده فكرة تانية بيعتبر أنه هذا الشرط بيخفف المنافسة كتير وهو إقصائي لأحدى الشركات الموجودة وبالتالي عم بيضيق المنافسة وهنا برأيهم أنه لازم بخلال خمس سنين بالقليل مرة يكون عنده عشر ملايين هالشركة عنده عشر ملايين خط فيما وصف بعض الوزراء الجلسة بجلسة تصفية الحسابات قدم وزير الثقافة ريمو عريجي حلا وسطا يأخذ بالاعتبار وجهتين نظر المتعاردتين أنا اقترحت حلين أول حل كان أنه تتم المناقصة على مرحلتين أول مرحلة يكون باستمرار عشر ملايين وإذا تقدم شركة كبيرة كان منيح لخير البلد وإذا ما نجحت المناقصة تلقائيا بيصير في مرحلة تانية بتنزل شروط التأهيل هذا الشرط معتمد بعدين وقت صار في نقاش تقدم بحل تاني بقلب هالشرط بيصير في منح علامات على أساس عدد الخطوط اللي تملكها الشركة وعدد السنوات بيصير في يعني الأهل الكطاع بيعرفوا اللي بيشتغلوا بهالأمور بيصير في منح علامات على هالأساس يعني إذا أنت عندك أكتر من عشر ملايين خط على أكتر من سنة بتاخدي علامات أكتر من اللي عنده مرة عشر ملايين وبالتالي بهالطريقة المنح العالمات ممكن نطلع من هالإشكاليات وزارة الاتصالات اعتمدت طرح عريجي على أن تصوغه بالطريقة الصحيحة عسى أن يخرج لبنان من أزمة حسابات قد تكون بترونية قبل أن تكون خلوية جوال الحج موسى قناة الجديد